هل شايف كمان الأسعار بتاع اللاعبين البيع والشيرة ده زبط شوية ولا شايفت أنه لسه أرقام كبيرة زابط بس أنا شايف عموما أنه لسه كبير يعني كرة يعني لو الصناعة دي بتكسب ادفع فلوس زي ما أنت عايز ما تبقاش بتخسر وتشتري لعيبة كتير وتشتري لعيبة كتير أو بأسهار كبيرة دي نمرت واحد نمرت اتنين هي مسألة اقتصادية أنا قدي لعيب لي 20 مليون جنيه في السنة ده لعيب واحد 20 مليون جنيه في السنة والأميز بتاعه ما بيجيبش خمسة عريفة آه ما بيبقاش الأميز مثلا يعني مثلا صح مثلا يعني لما رونالدو رح يفونتس فتحت كده عضلات وقال لك احنا جبنا 8 في 6 أشهر آه هتفع نين هتفع نين منين تشيرتات من التشيرت آه ده لسه بقى ما عملوش أعلاناته ما عملوش داعي لسه بقى ما عملوش داعي لسه بقى فلوس تانية كتير بقى 600 ألف في فنلا بقى اسم رونالدو في 6 أشهر خلاص جبت الفلوسي ماشي احنا عندنا بتاع المقارنات دي بتبقى صعبة جدا لكن احنا طب خليزا نشتغل على سكيل صغير يعني فلا يعني يعني احنا محتاجين نسوي يعني محتاجين ازاي ازاي نسوي ازاي نبيع الأهل بالزمالك ازاي مطش الأهل بالزمالك ده اللي في الدوري واللي في السوبر واللي في أفريقيا ازاي يتباع للشرق الأوسط كله ازاي نعمل احتفالية انت عارف ان الكلاسيكو بتاع ريال مديد وبرشلونات اللي ربطة الليجة الأسباني راحت الهند من بي عملت مركز سنتر فيه 30001 عشان الهنود يتفرجوا على مطش ريال مديد وبرشلونا هم اللي نظموا ومعاملوا الست ده عشان عشان يبيعوا ريال مديد في الهند هاي لازم نفكر الأفكار تي انت كنت تتكلم مع خالد رفعت قبل ما ادخل معادي على الجوائز بالمناسبة انا كتبت على الجوائز وان الرابطة لازم تعمل جوائز من ستة شهر سبونسور او براعي نعم براعي براعي يعني مثلا في انجلترا جايزت افضل لعب دي لها اسم راعي معلش معلش اه انا كتبت من ستة شهر بقول اعزين نشوف جوائز للموسم بتاع الكورة احسن لعب في الشهر احسن هداف احسن مدرب احسن لعب في الموسم وهكذا صح كتبت ده من ستة شهر فخالد رض عليك قالك اصلا احنا تقوله طب الموسم مش كان لازم نبتدي رأيي دي حاجة عظيمة جدا لان كنت تعمل جوائز بس رأيي برضو حضرتك متأخر مع بداية الاسبوع الاول والشهر الاول انت كان لازم تبقى الجوائز بسعالتك جاهزة صحيح كان عندك اربع خمسة شهر بلاش كان عندك ستة شهر انت تستطيع تشتغل فيهم اعمل الموسم الماضي اه فكر هتعمل اي في الموسم الماضي على الموضوع هو احنا كل حاجة متأخرين لازم نعملها والاوتوبيس بيتحرك صح او القطر رايح بيسيب المحطة صح لا صح محطة مصر وانت تعرف المصريين عايشين ازاي لازم في اخر اللحظة هتلاقي كل الناس تجري وراء القطر صح معاد القطر معروف معك في التذكارة معاده معروف صح مش ما اتفاجئتش محطة صحك من انهم فاجأة لك تعال روح على طول نفس القص الحاجات دي الحاجات دي انا بقى عن دفع